بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن صار على هديه واهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أبناء بناته طلاب وطالبات الثانوية العامة أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مدرسة على الهواء نخصصها هذا اليوم للوحدة الأخيرة الممنوع من الصرف في قواعد اللغة العربية والفصل الأخير في الجزء الأول من رائعة طاها حسين الأيام يسعدنا أن نرحب في بداية هذه الحلقة بأستاذنا الفاضل الأستاذ مجدي حسنين معلم خبير اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ مجدي في بداية هذه الحلقة أهلا يا دكتور محسن وتمنياتي لأبنائي وبناتي الطالبة والطالبات بالتوفيق والنجاح إن شاء الله قارب العام أستاذ مجدي على الانتصاف فماذا أنت قائل لأبنائنا طلاب الثانوية العامة والله أقول لهم أن يجتهدوا وأن ما سيأتي من أيام أو أشخر قليلة فيها الفائدة وإن شاء الله يعود ما فاتهم إذا كان قد فاتهم شيء ويستطيعون أن يتفوقوا بإذن الله من خلال احتكاككم الفعلي بأستاذنا الجليل وعالمنا الفاضل الدكتور غازي البنواني مستشار اللغة العربية كلمة طمأنينة لطلاب الثانوية العامة هذا العام بالنسبة للمتحانات ونحن لازلنا في أجواء الدراسة والله أستاذنا الدكتور غازي حفظه الله دائما ما يبث فينا الأمل والرجاء في أن أبنائنا وبناتنا من طلاب وطالبات الثانوية العامة في أنهم إن شاء الله سوف تكون بداية موفقة وعام سعيد على الجميع بالجد والاكتهاد والتوفيق إن شاء الله هناك صيحة أستاذنا أستاذ مجدي الامتحانات صعبة هذا العام بما نرد على هذه الصيحة من واقع احتكاككم الفعلي بديوان عام وزارة التربية والتعليم طبعا الصعوبة تأتي من التقصير والإهمال نعم فالطالب الذي يجد ويجتهد ودائما يضع نصب عينيه أن يكون النجاح والتوفيق حليفه هذا لن يجد بإذن الله صعوبة أو مشقة فدائما أبنائنا وبناتنا الطلاب ننبه عليهم أن الإنسان لن يبلغ المجد حتى يلعق الصبرة فلابد من الجد والجد والعمل والاجتهاد هو يمكن يعني ابتعد في الطمأنينة شيئا فشيئا عن نفس طلاب الثانوية العامة عندما أخبرهم الفهم الدقيق كما سيأتي في امتحان الصف الأول الثانوي بنظام الثانوية العامة الجديد والله النظام كما هو يعني لم يتغير شيء وما مضى من ما سبق من أعوام سوف يكون هذا العام مثله أيضا لن يختلف يعني أسنت الفهم بنقول أنه ممكن يبقى لها حيز 30% زيما كانت الأيام اللي فاتت أو السنوات الماضية نعم وبقية الامتحانات تأتي في مستوى الطالب المتوسط هذه رسالة طمأنينة إلى أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأقول دائما ما دام الطالب مذاكر وفاهم الدروس كويس ويعني مجد ومكتهد إن شاء الله لن يلقى صعوبة وما سوف يزاكره سوف يجده إن شاء الله في يعني الكثيرون يتابعوننا الآن ولهم أولاد في الثانوية العامة في أصف الأول الثانوي رسالة طمأنينة أستاذنا الأستاذ مجدي قصة واء إسلاماء أو قصة عن طرى عن طرى بن شداد لصف الأول الثانوي يعني من واقع احتكاككم الفعلي بهذه الأسئلة وأنكم خبرة وتمرستم في هذا المجال في مركز التقويم الترباء والامتحانات نقول قصة أولى سنوي في اللغة العربية جاية في امتحان يوم 13 ولا مش جاية الإجابة بكلمة واحدة والله الطالب الذي يقرأ القصة جيدا ويستوعبها ويفهمها لن يصعب عليه إجابة الأسئلة برضو هو بيقول لي أنا عايز أعرف هيجي لأسئلة قصة ولا لا الطالب إذا أهمل القصة سوف يخسر كثيرا لأنها مقررة ولا حصص ولا حيز من الجدول فالطالب لا بد أنه كما قال أستاذنا الدكتور غازي كثرة القراءة وكثرة الاطلاع والمفردات ومعرفة المفردات تفيد الطالب كثيرا في الامتحان نعم تفيده ولكن قد لا تأتي وقد هنا تحتمل المعاني حسب ما في نفس القائل نعم طيب نبدأ بدرس الممنوع من الصرف أستاذنا الأستاذ مجدي ماذا يعني الصرف وكيف يأتي السؤال في الامتحان على هذا الدرس بداية يا دكتور محسن هذا الدرس لطلاب المرحلة الثانوية وكذلك أيضا لطلاب الشهادة الإعدادية بسم الله ما شاء الله يعني هذا ما كنت أود أن أقوله الذين يتابعوننا الآن من أولياء الأمور اللي ربما أولادهم في الثانوية وفي الإعدادية مع بعض نعم يعني طالب الإعدادية هيستفيد من درس النهاردة؟ نعم سوف يستفيد كثيرا وليه الأمر اللي بيتابع عشان يذاكر لابنه أو لابنته هيستفيد من هذا الدرس؟ إن شاء الله سوف يستفيدوا كثيرا في هذا الدرس يعني الفئة المستفيدة من هذا الدرس هي؟ طلاب المرحلة الثانوية بالصف الأول والثاني والثالث وكذلك أيضا طلاب الشهادة الإعدادية يعني مقرر عليهم طلاب الشهادة الإعدادية هذا الدرس ويستفيدون منه أيضا مقرر في النصف الأول نعم ولا بد أن يأتي سؤال أو أكثر من سؤال عليك حكما لا بد أن يأتي سؤال على الممنوع من الصرف في الشهادة الإعدادية وفي كذلك في المرحلة الثانية نعم نعم يعني تلتقي الدروس النحوية مع الشهادة الإعدادية في هذا الدرس وفي درس المنادة أيضا وفي درس أسلوب المدح والزم نعم طيب يعني إيه الصرف يا أستاذ بانتي؟ طبعا بداية كلمة الصرف يعني التنوين نعم الصرف هو التنوين الصرف هو التنوين والممنوع طب أنا عايز قبل ما انتقل الممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين نعم يعني إيه التنوين يا أستاذ مجنب؟ التنوين هو نون ساكنة نعم تلحق نون ساكنة تلحق آخر الاسم نطقا وليس كتابة لا خطا نعم يعني مثلا يا دكتور محسن في ورقة من فصلة أقول مثلا محمد محمد في حالة الرافع في حالة الرافع أنا بجيب الضمة الأولانية علامة إيه أستاذ ماجدي الضمة الأولى علامة الرافع لكن الضمة التانية علامة التنوين علامة التنوين نعم لما بكتب محمدا نعم محمدا الفتحة الأولانية علامة علامة النص والفتحة التانية علامة التنوين يعني ما بكتبش نون لا إذا كتبت نون هذا خطأ إملائي نعم لأن كثير من بدايات الطلاب عندما يتعلمون القواعد الإملائية يكتبون محمدا بهذا الشكل وهذا خطأ يعني ليس كل ما ينطق يكتب ليس كل ما ينطق يكتب كما في كلمة هذا محمد مثلا لو في حالة الجر في حالة الجر الكسرة الأولى علامة إيه؟ علامة الجر والكسرة التانية علامة التنوين يبقى التنوين أو الصرف معناه التنوين والممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين يعني لما يقول لي استخرج من القطعة ممنوعة من الصرف يعني بيقول لي استخرج كلمة لا تنون يعني ممنوعة من التنوين ممنوعة من التنوين طب الكلمة دي أستاذ ماجدي هل هي اسم ولا فعل ولا حرف بداية يا دكتور محسن لا بد أن يعلم الطالب أن الصرف يدخل الأسماء فقط الصرف والمنع من الصرف مختص بالأسماء أما الأفعال والحروف بجميع أنواعها فلا يدخلها التنوين أو المنع من الصرف أو الصرف النهائية يعني الاسم هو الذي يمنع من الصرف ساعة ما يقول استخرج ممنوعا من الصرف أبحث عن اسم ولا أبحث عن فعل ولا حرف نعم طيب الاسم يتمنع من الصرف يعني يتمنع من التنوين نعم لعلة ولا لعلتين ولا للأمرين معا طبعا دكتور محسن لو إحنا قسمنا الكلامنا موجود في شهادة الإعدادية موجود في شهادة الإعدادية حتى ولو لم يأتي السؤال استخرج ممنوعا من الصرف لعلة واحدة أو لعلتين في الثانوية العامة هو في الثانوية العامة يقول استخرج ممنوعا من الصرف واذكر سبب منعه لكن في الإعدادية في محافظات كثيرة بنلاحظ استخرج ممنوعا من الصرف لعلة أو استخرج ممنوعا من الصرف لعلتين نقول إيه يا أستاذ مجد طبعا أولا لو قسمنا الممنوع من الصرف هنجد أنه ينقسم إلى الممنوع من الصرف لعلة واحدة نعم لعلة واحدة والممنوع من الصرف لعلتين طيب في ورقة منفصلة كده عايزين أو استاذ مجد نشوف الممنوع من الصرف لعلة واحدة طبعا الممنوع من الصرف لعلة واحدة بينقسم إلى ثلاثة أقساب نعم أولا إذا كان الاسم مختوما بألف التأنيث التأنيث دي بقى مقصورة أو الممدودة المقصورة بألف التأنيث المقصورة بداية أو المقصورة أو الممدودة أو الممدودة بس هناخد أمثلة على ألف التأنيث المقصورة مثال أول مثلا جرحة عظمى صغرى صغرى كبرى كبرى رضوى سلمى سلمى رضوى وهكذا بس نلاحظة دكتور محسن بتفضل إن ألف التأنيث المقصورة لازم تأتي بعد ثلاثة أحرف نعم ثلاثة أحرف وما قبل ألف التأنيث المقصورة أستطيع أننا يعني أجيب المادة من الكلمة يعني مثلا جرحة عظمة صغرى كبرى كده بتربط للكشف المعجم مع الممنوع من الصرف نعم جيدة نعم فإذا كان الاسم مختوما بألف التأنيث المقصورة فيمنع من الصرف مثلا أقول أقول مثلا نجحت نجحت سلوى نجحت فاعل ماضي مبني على الفتح والتأنيث وسلوى فاعل مرفوع على مترفع الضم المقدرة على آخرين طبعا منع من ظهورها التعذر في النطر نعم مثلا إن سلوى تلميذة مكتهدة الممنوع من الصرف هو كلمة مكتهدة طبعا الممنوع من الصرف هو كلمة سلوى تمام طبعا أقول إيه اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتح المقدرة منع من ظهورها التعذر في النطر مثلا أعطيت أعطيت الجائزة لسلوى لسلوى يبقى سلوى هنا اسم جرور باللام وعلامة جرها الكسرة المقدرة نعم منع من ظهورها التعذر نعم ده بالنسبة ل لألف التأنيث المقصور لألف التأنيث المقصور يعني أنا كده أول حاجة بدور عليها في القطعة أشوف ألف التأنيث المقصورة نعم زي سلمة وصغرى ورجوة وسلوة وجرحة نعم وما إلى ذلك من كلمات ختمت أو انتهت بألف التأنيث المقصورة طيب الحالة الثانية التي تمنع الاسم من الصرف إذا كان مختوما إذا كان الاسم طبعا إذا كان الاسم مختوما بألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث الممدودة بتكون عبارة دكتور محسن عن ألف وهمزة وقبلها ثلاثة أحرف أو أكثر تمام يعني مثلا أقول إيه أقول كلمة مثلا علماء علماء كلمة أنبياء نعم وأشياء وأشياء وصحراء يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم تسؤكم نعم تمام وأطباء وأطباء اليزائدة للجمع وخضراء تمام وصفراء وجميع الألوان لكن المنقلب عن أصل مصروفة أستاذ مجل طبعا برك الله فيك يا دكتور محسن تنبهنا إلى أن الطالب ممكن يجي له سؤال أو مثلا فيه الامتحان كلمتين نعم الأولى مثلا زي كلمة علماء نعم وفيه نفس القطعة كلمة سماء أو بناء أو بناء نعم فيختلط عليه الأمر طبعا للتوضيح نقول أن الهمزة في كلمة سماء منقلبة عن أصله تمام وأصلها الواو نعم وأصلها الواو وكلمة بناء أصلها الياء أصلها الياء نعم يبقى بناء أصلها الياء بس الياء والواو لما بتتطرف يعني بتكون في آخر الكلمة وقبلها حرف ساكن زي الألف مثلا بتقلب إلى همزة زي كلمة ماء مثلا ممكن يجي باله في القطعة ما يختلطش على الطالب الأمر نعم نعم أنت حضرتك قلت فيه تلات حروف أو أكتر قبل إيه قبل قبل الكلمة آه قبل الألف نعم اللي بعدها همزة نعم يعني إن كانت أصلية أيضا ممنع من الصرف زي زي ابتداء مثلا وإنشاء أصلية عرفها منين الأصلية عرفها من الفعل الماضي تمام ابتداء وإنشاء ابتداء وقراء قراء نعم مثلا وهكذا يبقى إذن كل اسم ينتهي بألف التأنيث الممدودة يمنع من الصرف لهذه العلة تمام يبقى هي علة واحدة علة واحدة اللي هو انتهاء الاسم بألف التأنيث المقصورة أو ألف التأنيث الممدودة نعم أما القسم الثالث الذي يمنع من الصرف لعلة واحدة وهو هو إذا كان الاسم على صيغة منتهى الجموع يعني نهاية الجموع يعني لا جمع بعدها لا جمع بعدها تمام يعني مثلا صيغة منتهى الجموع هي كل جمع تكسير آه يعني كده هيخرج المذكر السالم والمؤنس السالم نعم نعم كل جمع تكسير ثالثه ألف بعد الألف إما حرفان أو ثلاثة ثلاثة أحد أو سطها يا ساكنة نص على بعض العلماء لازم تكون حرف عل نعم لازم تكون حرف عل يعني أحن عاوزين نشوف آآ يعني آآ قسم آآ صيغة منتهى الجموع آآ إلى قسمين نعم آآ هي جمع تكسير أوله نعم في القسم الأول وفي السان نعم انتهى هذا الجمعية بالألف بعده حرفان زي ايه يا سيد مجدي زي مثلا كلمة مساجد مساجد لما اقول مثلا انا هاعمل شرطة كده وشرطة كده واحط تالت حرف الف تمام بعدين اكتب شرطة كده وشرطة كده يبقى حرفين مثلا هقول مساجد تمام مساجد تمام مساجد يا دكتور محسن على وزن مفاعل تمام يبقى اذا اللي يعرفني صيغة منتهى الجموع علامة بسيطة وهي وزن مفاعل لكن ليس الوزن الصرف الأصيل تمام بمعنى ايه يعني مثلا ممكن تأتي كلمة على وزن مثلا فواعل زي كلمة جواهر تمام كلمة جواهر ليس وزنها مفاعل هو على النظام ان انتهت بألف بعدها حرفان نعم او ثلاثة احرف يعني لا يشترك مفاعل او مفاعيل او مفاعيل تمام وانما احنا نقول على وزن مفاعل او مفاعيل للتقريب فقط تمام لكن الوزن الصرف ويقاس على مفاعل ومفاعيل ما اتى على شاكلتهما على شاكلتهما يعني كان فيه في النهاية الف نعم بعد الالف بل ايه حرفين او ثلاثة احرف نعم يعني مثلا انا هعمل مثلا حرف الثالث الف وبعدين هجيب ثلاث احرف مثلا مصا بيح يبقى انا عندي هنا جمع تكسير ثالثه الف بعد الالف ثلاثة احرف لازم يكون اوسطها يا ساكنة تمام يعني مثلا لو انا شفت في القطعة كلمة اساتذة صيارفة وفلاسفة وفلاسفة وهكذا دي مصروفة كده يا أستاذ محمد هذه الكلمات ليست ممنوعة من الصغر يعني مصروفة مصروفة ليه لان انا عندي الايه نعم الالف بعد منه ثلاثة احرف ولكن اوسطها ليس يأساكنة التلاث حروف الوسط منه ليس يأساكنة نعم يعني عندي مثلا فلاسف نعم الالف اه بعد الايه بعد الالف سين فا تأمر بوط نعم الفا ليست يأساكنة عباقرة نعم انا عندي عباقرة الالف والقاف والرأ والتاء بعد الالف قاف والرأ والتاء الرأ ليست ساكنة نعم ليست حرف علة نعم كما يعني نص عليه في كتب النحاء اذا الممنوع من الصرف لعلة واحدة ينتهي بصيغة منتهى الجموع بشرط ان لو انتهى بالف في صيغة منتهى الجموع بعدها سلسة احرف ان التلات حروف يكون وسط التلات حروف يعني الحرف التاني منها يا ساكنة نعم اذا كان على صيغة منتهى الجموع مثل مساجد كنائس مصابيح اقاوي يعني لما نقول يا استاذ مجدي في ورقة منفصلة نعم يعملون له ما يشاء من مصابيح كلمة من مصابيح علامة الجر هنا ما يشاء من محاربة من محاربة وتماسيل وتماسيل او قرأت عن مصابيح نعم 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 بالجملة دي كده قرأت عن قرأت عن عن مصابيح الهدى مصابيح الهدى نعم مصابيح دي ما بنعمل الصرف نعم لعلة ولا العلة لعلة واحدة وهي وهي صيغة منتهى الجموع طيب هنا مجرورة بايه هنا مجرورة بالكسرة تمام ليه بالكسرة لأنها ايه لأنها لأنها بعدها مضاف الي تمام لما يقول لي ايه قرأت عن عباقرة كثيرين نعم قرأت عن عباقرة قرأت عن عباقرة عن عباقرة عباقرة أيوة كثيرين طب انت قلت عباقرة يا أستاذ مجرورة نعم وتقلت على التنوين نعم هي مش ممنوع ما تصرف عباقرة لأن الطالب إذا طبق قاعدة صيغة منتهى الجموع هيلاقيها سوف يجد ان الحرف التلات أحرف ليس أوسطها يا ساكنة الحرف الوسط اللي هو اللي هو الراء الراء مفتوح نعم وليس يأسا كنا يبقى كلمة دي كده صورفت الصورة مصروفة مصروفة نعم نعم طيب إذا انتقلنا إلى الممنوع من الصرف لعلتين نعم هنلاقي هنلاقي العلتين العلم وعلة أخرى نعم والصفة وعلة أخرى يعني العلم لوحده ما يمنعش الكلمة من الصرف نعم الصفة لوحدها ما تمنعش الكلمة من الصرف نعم يعني محمد أو تبقى أقول محمد محمدا نعم محمد شوف محمد رسول الله نعم ده منوانة هه تبقى مصروف نعم لمحمد فضل على الإنساني نعم ده مجرورة هه وجهة تنوين طيب أما أقول رأيت محمدا في الفصل نعم محمدا مفعول به منصوب نعم وهي مصروف طيب هل الصفة أي صفة ممنوع من الصرف لا أما أقول فلان رجل عظيم عظيم دي مصروف نعم ها كان فلان عظيما نعم ها طبعا دي مصروف طيب إيه اللي يخلي العالم ممنوع من الصرف يا أستاذ مجدي بداية إحنا بنقول اللي بيمنع من الصرف لعلتين العالم والصفة نعم العالم ومعها إيه يخليه شبه الفعل والصفة ومعها إيه تخليها شبه الفعل لأن الفعل هو الممنوع من الصرف من الصرف فالفعل لا ينون نعم ما ينفعش أجي عن بكلمة يذهب وأقول يذهب ونطالب إلى المدرسة لا ما ينفعش تبقى الفعل أصيل في حتة النومة من الصرف أحياناً الإسم بيبقى شبه الفعل إمتى لو علم وصفة تانية تخلي العلم شبيه بالفعل أو صفة وصفة أخرى مع الصفة تخليها شبيهة بالفعل نبدأ بالعلم يا أستاذ مجد نعم أولاً يمنع الإسم من الصرف للعالمية وعلة أخرى للعالمية زائد علة أخرى طبعاً أجزأ بقى العلة الأخرى مع العلمية طبعاً واحد العلمية والتأنيث بمعنى يا دكتور محسن بمعنى أن أي علم وإيه معنى كلمة علم عشان الطلاب يبقى واضح في ذهن كلمة علم يعني مثلاً إذا قلت الدكتور محسن فالذهن ينصرف إلى حضرتك إذا قلت مكة ينصرف إلى البلد الحرام إذا قلت الإسكندرية ينصرف إلى محافظة الإسكندرية وهكذا يبقى العلم لابد إذا أطلق الزهن ينصرف إلى شيء محدد تمام بعكس مثلاً لما أقول مثلاً مدرسة أو أقول هذه ليست علماً نعم فبالتالي لابد أن يكون العلمية زائد التأليف يعني أي يعني حتى لما بنقول الله نعم علم على أعلى ذات نعم ينصرف الزهن إلى الإله المعبود بحق وهو الله نعم لما بقول أبو بكر ينصرف الزهن إلى صاحب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نعم لما أقول محمود مثلاً أو أحمد أو عطية أو حسين أو العربي نعم أو سامح في الوقت ده الزهن ينصرف إلى هذا الشخص الذي أنا أعرفه صح يبقى إذن العلمية والتأنيف مثال مثلاً أقول مثلاً يعني التأنيف مع العلم يخلي الكلمة ممنوعة من الصرف نعم لأن طبعاً الفعل بيؤنس نعم لما أنا بقول ذهبت فاطمة إلى المدرسة نعم التأنيف في ذهبت نعم لو الإسم ده خلوا علامة التأنيف أقول للإسم في الوقت ده أنت بقيت شباه الفعل نعم فتتمنع من الصرف نعم نعم بارك الله فيك يبقى إذن فاطمة بثينة فاطمة وبثينة التأنيف هنا دكتور محسن تأنيف لفظي ومعنوي يعني إيه لفظي ويعني إيه معنوي أسلمان طبعاً لفظي يعني فيه علامة تأنيف آه هي تأي التأنيف وتأي التأنيف علامة التأنيف ومعنوي أن الكلمة تدل على مؤنس نعم لأن فاطمة لا يطلق على رجل وبثينة لا يطلق على رجل نعم يبقى إذن هنا التأنيف لفظي ومعنوي ممكن التأنيس يبقى لفظ فقط لفظ فقط لما أقول مثلا كلمة معاوية نعم كلمة أسامة نعم هنا التأنيس لفظ فقط لأن معاوية وأسامة كلاهما اسم رجلين زي طلحة زي طلحة وزي عنطرة وعنطرة وهكذا نعم يبقى إذن الاسم هنا يبقى أنا وقفت قدام طلحة ومعاوية وعنطرة وعطية وقلت إن الكلمة دي ممنوعة من الصرف لأن دخلها علامة التأنيس اللي هي بتدخل الفعل فلما الفعل زهب جبت معاه مفردة مؤنسة قلت زهبت فاطمة يبقى التأفي زهبت التأنيس إذن علامة التأنيس دخلت الفعل يبقى إذن فيه تشابه ما بين الاسم والفعل فهنا يمع الاسم من الصرف للعالمية ها؟ والتأنيس ممكن بيبقى لفظي فقط زي طلحة ومعاوية وعنطرة نعم وعطية نعم وممكن يبقى لفظهم معناه زي ما حضرتك قلت لنا بوسينة نعم وخديجة وفاطمة وعائشة وممكن يبقى التأنيس معناه فقط زي كلمة سعاد وكلمة زينب سعاد وزينب ليس فيهما علامة تأنيس تمام فبالتالي لكن سعاد وزينب كلاهما يسمى بهم اسم امرأة تمام يبقى بالتالي التأنيث هنا تأنيث معنوي يبقى إحنا نقسم التأنيث إلى تأنيث لفظي لفظي معنوي وتأنيث لفظي فقط وتأنيث معنوي فقط نعم فأي كلمة علم مؤنث يأتي في القطعة هو ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث تمام لكن نلاحظ دكتور محسن هنا في ملاحظة مهمة جدا وهي إن العلم المؤنث الثلاثي العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط هذا زي مثلا كلمة مصر وهند زي كلمة هند وفوز زي كلمة فوز وكلمة داعد العربية شهد وداعد نعم ووعد ورغد كل هذه الأسماء ثلاثية ساكنة الوسط هنا في الوقت ده الحكم إيه أقول عليها مصروفة ولا ممنوع من الصرف هذا يجوز صرفها ويجوز من عهد الصرف يبقى المفروض لما يسألني في الاستخراج يقول لي استخرج كلمة يجوز منعها من الصرف نعم يعني في الوقت ده ممكن تصرف وممكن لا تصرف نعم يعني أقول ذهبت إلى مصر ده جائز المنوع من الصرف نعم ممكن أقول ذهبت إلى مصر نعم طبعا لكن العلم المؤنث الثلاثي محرك الوسط هذا يمنع من الصرف فأقول مثلا زي كلمة صحر زي كلمة قمر نعم إذا سمي بها اسم امرأة قمر تمام زي كلمة أمل هذه الأسماء تمنع من الصرف فأقول مثلا نجحت أمل رأيت أمل تمام سلمت على أمل تمام إذن هذه الأسماء تمنع من الصرف للعالمية والتأمير نعم 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 زي كلمة صقر زي كلمة صقر تمام عادنا الله وإياك وجميع السامعين والمشاهدين نعم يا رب يا رب طبعا حضرتنا ننتقل إلى الجزئية الثانية في العالمية وهي العالمية والعجمة نعم يعني إيه العالمية والعجمة تمام كلمة العلم نحن وضحناها هو ما يطلق على هذا ما كنت أود أن أقوله لسيادتك يا أستاذ مجدي بيبقى فيه علم أعجمي العالم الأعجمي ده بلاقيه سلاسي ساكن الوسط نعم زي العالم عالم مؤنس سلاسي ساكن الوسط نوع نحن قلنا يجوز إيه صرفه ومنعه من الصرف نعم اللي هو مصر وهند وفاوز ودعد نعم طيب هل العالم السلاسي الأعجمي ساكن الوسط يجوز صرفه ومنعه من الصرف ولا يصرف هذا يصرف 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 زي نوح وهد زي نوح مثلا أقول حضر نوح رأيت نوحا سلمت على نوح هذه الأسماء طبعا كلمة العجمة يعني غير العربي تمام العجمة عدم الوضوح عدم الوضوح طبعا إحنا بنقول اللي يمنع الاسم من الصرف إنه شبه الفعل هل الفعل فيه عجمة أستاذ ماجدي نعم إزاي في عجمة يعني الفعل ذهب أو يذهب أو اذهب في عجمة عجمة يعني عدم مضوح يعني يعني بيبقى لما أقول يذهب أقول مين اللي بيذهب وبيذهب فين بدت تساؤلات يبقى فيه عجمة يعني اختلط عليه الأمر أنا مش عارف لأن أنا مش مدرك تماما لما بيقول لي يذهب أنا بقول له مين اللي بيذهب ويذهب إلى فين وإزاي وليه بدت تساؤلات إذن الفعل في حد الفعل في حد ذاته فيه عجمة إذا جاء الاسم أعجميا يشبه الفعل فيمنع من الصرف نعم طيب عالم أعجمي زي إيه أستاذ مين زي مثلا كلمة إبراهيم تمام زي كلمة طب إحنا يعني نقف وقفة كده جميع أسماء الأنبياء أعجمية ما عدا ثلاثة طب هنقول صن شاملة بقى نعم صن شاملة نعم الصد صالح نعم والنون نوح نعم والشين شعيب نعم والميم محمد نعم واللام لوط والهاء هود نعم يبقى الأسماء دي كلها مصروف نعم طبعا نلاحظ أن كلمة محمد وصالح وشعيب هي أسماء عربية خالصة نعم أما باقي أسماء الأنبياء فهي أعلام أعجمية كلمة شيث وكلمة نوح وكلمة هود ولوط هذه الأسماء كما قلنا أنها تصرف ولا تمنع من الصحر يعني هي مصروفة يعني منوانة 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 نعم يبقى إذن وكذلك أي اسم أعجمي يعني مثلا كلمة روماريو رونالدو جونسون نيلسون ولادنا أو أبناؤنا الذين يتابعوننا الآن يعني يتابعون اللاعب المصري محمد صلاح نعم فبيبقوا عارفين الفريق بتاعه يعني اسم اسم لو جبت أي اسم لاعب في ليفربول نعم ده حتى ليفربول نفسها أعجمي نعم لأن ليست عربي نعم وإنما هي كلمة انجليزية وهي عالم عالم على نادي نعم تمام طيب لو جبت أي لاعب من اللاعبين الأوروبيين لو جبت اسم أي شهر أجنبي أغسطس أبريل يونيو مايو لو جبت اسم أي رئيس دولة أجنبي ها أي مدينة أجنبية نعم بتبقى كلها أعلام ايه أعجمي أعجمي نعم فهذا السبب الذي يمنع الاسم من الصرف العالمية والعجم العالم لوحده ما يمنعش لا يمنع هو عالمية وتأنيس نعم أو عالمية وعجمى رقم 3 رقم 3 رقم 3 يمنع الاسم والصرف للعالمية والتركيب المسجي والتركيب يعني ايه تركيب مسجي أو اسم المسجي طبعا دكتور محسن التركيب المسجي هو كلمتان مركبتان وصارتها كلمة واحدة نعم زي مثلا كلمة بور سعيد نعم بور سعيد بتعني بور ميناء نعم وسعيد اسم خدوى سعيد نعم يبقى بور سعيد كلمة واحدة ومثلها بور توفيق وبر فؤاد وبر فؤاد وغيرها ايضا كلمة بعلبك نعم كلمة حضر موت تمام هذه الكلمات كلها كلمتان وصارتها كلمة واحدة اتركبوا من جزئين نعم يعني بعلبك مكونة من بعلبك نعم نيو يورك نعم مكونة من نيو ويورك حضر موت مكونة من حضر وموت الله العالم المركب تركيب مزجي يا أستاذ مجدي نعم شبه الفعل في ايه هل الفعل بيتركب مع الضمائر تركيبا مزجيا نعم الفعل يتركب مع الضمائر ولذلك بيقولك أسند هذا الفعل إلى نون النسوة نعم لما الفعل بيتركب أو بيسند إلى الضمائر يبقى تركيب تركيب مزجي لو الاسم اتركب من مقطعين ها تركيب مزجي نعم يبقى شبه الفعل فنقوله عنه إنه ممنوع من الصرف زي مين زي الفعل نعم طبعا نلاحظ هنا إن التركيب المزجي إن حركة الإعراب تظهر على الكلمة الثانية وليس الكلمة الأولى نعم فمثلا أقول مثلا زرت حضر موتا تجولت في حضر موتا حضر موتا حضر موتا مدينة يمنية نعم يبقى إذن الكلمة حركة الإعراب تظهر على آخر الكلمة الثانية وليس الكلمة الثانية وليس الجزء الأول وإذا فصل طبعا الإعراب يهتم بالحرف الأخير نعم فهذه العلة العالمية والتركيب التركيب المسجي تمنع الكلمة من الصرف لهذا السبب للعالمية والتركيب المسجي يبقى العالمية والتأنيس العالمية والعجمة العالمية والتركيب المسجي رقم أربعة رقم أربعة العالمية وزيادة الألف والنون تمام العالمية وزيادة الألف والنون أنا عايز أشوف يا أستاذ مجدي هي الألف والنون دي لما بتزيد على العالم بتخليه شبهة الفعل هو الفعل ممكن يدخله ألف ونون نعم لما قول مثلا يعملان أو يقرآن وهكذا نعم إذن الفعل يدخله ألف ونون والفعل أصلا ممنوع من الصرف لو الاسم دخل له ألف ونون مع العالمية يبقى بقى شبه الفعل فيمنع من الصرف كالفعل زي ايه أستاذ مجدد؟ زي كلمة مثلا رمضان علم علاء الشهر الكريم كلمة شعبان أيضا علم على الشهر العربي كلمة مثلا حمدان كلمة حسان كلمة عفان غسان وهكذا نلاحظة دكتور محسن أن الألف ونون هنا أستطيع أن أنا لو قلت مثلا رمضان من الرمض كده هنكشف المعجن بقى شعبان شعب حمدان حمد حسان حس وليس من الحسن عفان من العفة يعني هنكشف عنها في حسسة في حسسة أما إذا قلت أن أصلها حسنة فحسان هنا لا تمنع تصرف نعم يعني لا يدخلها لا يدخلها وليس من ألف ونون نعم 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 لكن بعامة في الامتحان إذا جاء العلم مختوم بألف ونون زائدة فأقول إنه ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف ونون يبقى العلمية والتأنيس نعم العلمية والعجمة العلمية والتركيب المسجي نعم العلمية وزيادة ألف ونون العلمية ووزن فعل تمام العلمية ووزن فعل كلمة فعل دي بتذكرني بالفعل نعم والفعل طبعا أما أقول إيه فعل دخل فاح روف الفاء والعين واللم بتاع الفعل يبقى بقى تشبه الفعل يبقى العلمية وزن فعل تمنع من الصرف نعم زي إيه زي كلمة مثلا عمر بكلمات سمعتهن من عمر نعم الله العمر ليه مجرورة بالفتحة وعلمة درها الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف للعالمية ووزن فعل تمام نعم زي عمر زحل وهبل زحل هبل جحة نعم قزح نعم علم على الظاهرة الفلكية المعروفة قوس قزح نعم وهكذا يبقى إذن الكلمة إذا جاءت علم وعلى وزن فعل ونلاحظين أن كل الكلمات هنا ثلاثية تمام لأن وزنها فعل نعم فبالتالي تمنع من الصرف لهذا لهتين العلتين العالمية ووزن فعل طيب هو ممكن وزن أفعل يمنع العلم من الصرف وزن أفعل لما أقول مثلا أحمد وأمجد وأشرف حضرتك بقى بتنقلنا إلى العلة الأخيرة وهي العالمية ووزن الفعل ووزن الفعل نعم يبقى يمنع الإسم من الصرف لي العالمية ووزن الفعل يبقى بنذكر أبناء أنا طلاب السنوية العامة العلم يمنع من الصرف إذا كان علما ومؤنسا نعم أو علما وأعجميا وكان أعجميا وإذا كان العلم مركبا تركيبا مسجيا نعم وإذا كان العلم على وزن فعل نعم نحن الآن مع العلم الذي يمنع من الصرف يمنع العلتين العالمية ووزن الفعل طبعا العالمية ووزن الفعل مثل مثلا كلمة أحمد كلمة شمر كلمة يزيد يشكر كلمة يشكر طيب الطالب هيقول لي إزاي عالمية ووزن الفعل نعم هقول له إن الكلمة تصلح أن تكون إسما وتصلح أن تكون فعلا يعني مثلا أقول أحمد طالب مكتهد أحمد طالب مكتهد وأحمد الله حمد الشاكري نعم شمر شمر الرجل عن ساعديه وممكن أقول مثلا شمر قبيلة عربية نعم يزيد يزيد طالب متفوق نعم يزيد الماء وينقص نعم يشكر يشكر المؤمن ربه دفع أو فعل وممكن أقول مثلا يشكر حضر يشكر لو سمي به الإسم الشخص يعني معين نعم يبقى ملخص الكلام دكتور محسن كما نرى على الشاشة زي ما حضرتك تفضلت إن الإسم يمنع من الصرف العلتين وهما العالمية والتأنيث العالمية والعجمة العالمية والتركيب المسجي العالمية وزيادة الألف والنون نعم العالمية ووزن فعل العالمية ووزن الفعل تمام نعم طيب إذا انتقلنا بعد العالم الذي يمنع من الصرف إلى الصفة الممنوعة من الصرف قلنا الصفة الوحدها ما تمنعش الاسم من الصرف نعم عايزة برضو زي العالم حاجة تانية معاها تخليها شبه الفعل وتتمنع من الصرف نعم فننتقل إلى الصفة الممنوعة من الصرف طبعا يمنع الاسم من الصرف يعني من التنوين للوصفية للوصفية وزيادة الألف والنون نعم بمعنى يا دكتور محسن لما أقول مثلا وإحنا قلنا أن الألف والنون بتبقى موجودة في الفعل يعملان يذهبان يقرآن نعم إذن الصفة بكده شبه الفعل أن الفعل بينتيب ألف ونون يبقى الصفة اللي دخلها ألف ونون شابهت الفعل فتمنع من الصرف بس فيها كلام دي يا أستاذ مجد نعم لما أقول مثلا جوعان فرحان عطشان ضمآن ريان كل هذه الكلمات صفة بتنتهي بألف ونون زائدتين اللي هي على وزن فعلان اللي مؤنسه فعلان نعم يعني عطشان عطشة نعم جوعان 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 ضمآن ضمآن نعم ريان رياء لكن يقولك لو سيفان يعني طويل مؤنسه سيفانة سيفانة نعم لا تبقى مصروف نعم ندمان اللي مؤنسه ندمانة نعم تبقى مصروف نعم ايضا يمنع الاسم من الصرف ليه الوصفية ووزن افعل وزن افعل يعني وزن الفعل اللي كان مع العالم نعم ساعة ما افتكرنا مع بعض كده كلمة احمد وامجد واشرف نعم هل الصفة اللي على وزن افعل برضو بتبقى ممنوعة من الصرف لما اقول مثلا مثلا احمر اخضر اصفر اسود وهكذا في جميع الالوان نعم اقوى اشد كل هذه صفات بتمنع الكلمة من الصرف لما اقول مثلا لما اقول مثلا هذا هو اشد الطلاب نعم مثلا رأيت اشد الطلاب تمام مررت باشد الطلاب تمام طبعا هنا يبقى هي الصفة ووزن افعل نعم لان الفعل بيجعل وزن افعل نعم ها طيب البعض ليه كلام هنا يقولك الصفة دي تبقى ملازمة ما تبقاش ايه طارقة نعم يعني ما اقول فلان رجل ارنب نعم هم ارنب على طول نعم لا ده في موقف كان جباه نعم فيقولك تبقى مصروف نعم او هذا رجل ارمل نعم تموها يتجوز بكرة نعم ولا بعد شهر ولا اتنين نعم يبقى دي صفة ايه طارقة والبعض وقف وقفة مع كلمة اربع نعم قالك هي موضوع اساسا ليست صفة وانما اسم نعم فهي مصروفة نعم الكلام ده على هامش اللقاء ولن يأتي في امتحان وايضا كلمة صفوان نعم في الاية الكريمة صفوان جاءت هنا منونة تمام لان كلمة صفوان هي الحجر الحجر الاملس الذي يأتي عليه الذي يكون عليه طراف اذا نزل عليه المطر لا ينبت ولا يثمر ولا يصلح لي الزرق على الرغم من انه هو فيه الف ونون زي دي نعم تمام لان صفوان هو اسم للحجر والصفة فيه ليست اصيلة تمام لكن احنا كلامنا هنا على الصفة الاصيلة اه تمام يعني على اساس ان هو اسم اولا وليس ايه وليس صفة وضع للاسمية كما يقول علماء النحو ده كلام كبير نعم ما احناش عايزين نخد فيه نعم عشان اولادنا ايه ميت شاتيت نعم طيب العالمية احنا كنا قلنا العالمية وزن فعل هل الوصفية وزن فعل ايضا عشان الطلب يربط بسرعة نعم لان قاعدين اولادنا بتوع ثلث اعداد بقولوا احنا في ثلث سنة ولي ايه نعم الكلام ده انتم خدتوه وهتجيبوا الدرجة النهائية ان شاء الله ان شاء الله في امتحان الاعدادية اه على حسب المحافظات نعم برضو الوصفية وزن فعل نعم الوصفية ووزن فعل هنلاقيها في كلمة في كلمة اخر جمع اخرى اه نعم وكلمة اول اول الله ينور عليك وكلمة اول كمان موجودة الا في الاعداد من واحد الى عشرة على وزن فعال ومفعل طيب نحاول نجيبهم كده استاذ مجدي واحد تبقى ايه احاد وموحد اتنين ثناء ومثناء ومثناء ثلاثة ثلاث ومثلث اربعة رباع ومربع خمسة خماس ومخمس ستة سداس ومزدس سبعة سباع ومسبع ثمان ومثمن تسعة تساع ومتسع عشار ومعشار تمام اذا عايزين نجمل الاسم الممنوع من الصرف للوصفية مع علة اخرى تجعل الصفة شبيهة بالفعل نعم اذا صفة وايه اول حاجة الوصفية وزيادة الالف والنون ذي كلمة عطشان وريان وجوعان ونشوان تمام ايضا الوصفية ووزن افعل زي كلمة اصلب وكلمة اقوى وكلمة اصفر وكلمة اشد تمام ايضا الوصفية ووزن فعل زي كلمة اخر واول ايضا الوصفية ووزن فعل ومفعل زي كلمة أحاد وموحد ثناء ومثنى عشار ومعشر وهكذا نعم عايزين ننتقل يا أستاذ مجدي إلى بعض التدريبات الموجودة مع حضرتك ويريد تظهر أمامنا على الشاشة طيب أستأذنك دكتور محسن بس في أن احنا نعرض لجزئية أخيرة وهي إعراب الممنوع من الصرف تمام بعد إذن حضرتك تمام أنا أشارنا إليك نعم طبعا نعايز أركز على الممنوع من الصرف في حالة الجر نعم طبعا في الرفع في الرفع ينفع بالضم والنصب ينصب علامة والنصب الفتح نعم لكن في الجر يجر الممنوع من الصرف بالفتحة دائما إلا في حالتين اثنين يبقى يجر الممنوع من الصرف بالفتحة مثال لما أقول مثلا طيب ناخد المثال بعد أن نتلقى هذا الاتصال السلام عليكم عليكم السلام زيك أستاذ محسن أهلا بيك حبيبي معك ريان من أصوان نعم ريان من أصوان ريان أيوة ريان رياء وأصوان ممنوع من الصرف لأنها علم على إيه على مؤنس علم على مؤنس تمام تمام كمدينة يعني أيوة لكن أهل أصوان رجال لا خليك كفضل يا ريان ما بعرفش أكشف المعجم لأ صمحت أنا طابل وسزق مجدي برضو هيبقى معك كده في الكشف المعجم في ورقة منفصلة كده بعض اللي إيه يعني الطالب اللي بيقوله أنا مش عارف أكشف المعجم بقوله أول حاجة إيه يا أستاذ مجدي أولا إذا جاء الكلمة جمع أأتي بمفردها نعم يعني مثلا كلمة أطباء أطباء أأتي بالمفرد نعم طبيب واجيب المادة واجيب المادة من كلمة طبيب نعم يعني أحاول إن أجيب ثلاثة أحرف تمام هلاقي إن طباباء طباباء أنا كده أخدت درجة واحدة نعم لسه الباب والفصل ومعه لابد أن أذكر أن الكلمة طببة أبحث عنها في باب الطاء ثم فصل الباء مع الباء طيب كنانة مثلا كنانة كنانة بجيب المادة ليه الفعل الماضي كنانة نعم نعم وكلمة مكانة في مكانة نعم وأما أقول استطاعة في طوعاء طوعاء تمام يعني أصلها طاعة يعني أجيب الفعل الماضي نعم أصلها طاعة آه والفعل المضارع في الألف لو بحثت عنها في اشتقاقات الكلمة المختلفة هلاقي إن الألف أصلها واو تمام فيبقى المادة طوعاء تمام نعم لو كشفت في المعجم عن كلمة كون نعم أكشف عنها في نفس الكلمة أكشف عنها في كلمة كوانان تمام يبقى أجيب الماضي الثلاثي من هذه الكلمة كانة والألف أصلها والألف أصلها واو بالرجوع ليه بالرجوع إلى الفعل الماضي والمضارع منها يكون يكون يبقى كوانان طيب لو وصلنا إلى كلمة التاريخ التاريخ يبقى لجمع مثلا تداعيات تداعي تداعي وداع يدعو وداع يدعو يبقى دعواء طيب لو جاب لي كلمة سماء 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 تأنيس طبعا نعم ويبقى فيه وهو في الأول يبقى وسماء 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 نعم كلمة اسم اسم سماواء سماواء وسماء في سماواء نعم والسماء في وسماء في وسماء ولو جاب لي كلمة زي موقن يا أستاذ مجدو دي هتلخبطني شوية كطالب نعم موقن فأنا بقول ايه في وقنة ولا في أيقنة في أيقنة يبقى يقنة يقنة صح كده زيها موسر اه أنا بقول ايه وصرأ ولا يصرأ يصرأ أنا أجيب الماضي أيصرأ نعم تبقى في ايه في يصرأ يعني إن كانت الكلمة جمع يجيب المفرد و بعد كده يجيب الفعل الماضي نعم إن كانت الكلمة فعل يجيب الفعل الأساسي نعم ويجرد الكلمة من حروف الزيادة يحصل على المادة وبعد ذلك الحرف الأولى نباب وما بعد ذلك فصل ثم الذي بعد ذلك فصل يعني لا يكتفي بأن يأتي بيه المادة ويقول إن أنا جبت كده المادة وخلاص لابد أن أذكر أن المادة أكشف عنها في باب مثلا أرخة في باب الهمزة يعني تمام استقلال نعم قال لا لو الطلب كتب لك تشديد على الحرف اللام لازم افك التشديد افك التشديد اقول قال لا قال لا نعم شدة شددة وعزة في عززة عززة وردة في رددة نعم مستقصلة اصلاة اصلاة نعم نعم تمام اه يعني انتهى حديثنا مع ريان ونعود للممنوع من الصرف طبعا يجر الممنوع من الصرف بالفتحة مثل مثلا لم اقول صليت صليت في اماكن كثيرة يبقى كلمة اماكن اسمه جرور بفيه وعلامة جره الفتحة الظاهرة على اخير لانه ممنوع من الصرف لانه على صيغة منتهى الجموع طب هو ده اللي منعه من الصرف صاد منتهى الجموع ليه تجر بالفتحة وما تجرش بالكسرة طبعا لان بعده لم تتصل به ال ولم يأتي بعده مضاف اليه اه لم يعرف بال ولم يضاف ولم يعرف بال طيب بكلمات نكتب الجملة دي كده اللي جات في الامتحان قبل كده نعم سمعتهن من عمر سمعتهن من عمر بكلمات هنا عمر اسمه جرور بمن وعلامة جره الفتحة لانه ممنوع من الصرف للعالمية ووزن فعل تمام طيب هو اشمعنا الفتحة اشمعنا الفتحة ما قولتش ليه الكسرة لان عمر لم يعرف ايه لم يعرف بال ولم يضاف يعني ما جاش وراه ايه مضاف اليه مضاف اليه نعم تمام حنأتي بمثال مثلا على المضاف لما اقول مثلا خلينا مع المثال ده صليت في اماكن صليت في اماكن كثيرة طيب نحن قلناها دي نعم طيب صليت في اماكن الاولياء او صليتوا في اماكن العزة والكرامة صليتوا في اماكن العزة في اماكن العزة هنا في حرف جر واماكن اسم جرب فيه وعلامة جره الكسرة لان جاء بعد كلمة اماكن يعني عرفت هذه الكلمة بالاضافة طب القرآن بيقول لنا ايه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم في احسن تقويم انا برد على نعم هنتناول هذه الاية استاذ مجدي بعد هذا الاتصال السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام محمد من البحيرة هو السلام اشد واقوى نعم تعتبر صفة على وزن افعل ولا تعتبر اسم تفضيل لا انت تقول صفة على وزن افعل لكن اللي بيساعدك فيها انت بتدور في القطع على ايه على اسم التفضيل لان هما يعني الاتنين صفة على وزن افعل ويا اسم تفضيل يعني ليس هناك اه 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 يعني اه ارتباط بين الكلمتين هذا ممكن سؤال وهذا سؤال اخر تمام ممكن اسألك في الامتحان يقولك استخرج اسم تفضيل قلت اشد واقوى نعم وممكن يقولك استخرج كلمة ممنوعة من الصرف لعلتين نفس الاجابة بروك نفس الاجابة نعم بس طبعا هو هيفصل هنا يا محمد لك سؤال اخر اعمال اسم الايه اسم الفاعل او المفعول ومعموله ضمير مستفر نعم ضمير ظاهر لا ضمير ظاهر ازاي بقى لما اقول مثلا محمد مسموع قوله ده مسموع ده اسم فعول مثلا هو عايز اسم فاعل يعني هقول مثلا هذا الخبر مسموعه هذا لا يصنع بص يا حبيبي معاي هذا الرجل رافع لو قلت هو راية الوطن عارف هو دي بقول عليها ايه لو جبتها يا محمد ودي مش مكررة عليه بقول عليها توكيد للضمير المستاتر اللي هو الفاعل اسم الفاعل يعني مثلا لما قول الحزن قاتلي نعم مثلا مثلا الحزن قاتلي 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 نعم دي قطبر دي قطبر مقاطنه نعم الحزن قاتلي 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 نعم اه من اللي قتل الحزن يبقى الفاعل هنا ضمير مستتد يبقى الفاعل ضمي يعود على الحزن ويدا ضمير مبني في محل نص نص مفعول به لإسم الفاعل ما بيبقاش فاعل يا محمد ما هو اسم الفاعل عمل عمل مين يا محمد عمل الفعل قتل الفعل مكانه الحزن قتلني قاتلي يقتلني يعني إلياء بتبقى مفعول ولا فاعل إلياء والهاء والكاف لما بتتصل بالفعل بتبقى مفعول إذن الضمير ليس فاعلا تمام يا حبيبي الاتنين شغالين انت بص الحزن قاتلي إلياء ضمير مبني في محل جرم ضف إليه وفي نفس الوقت هو ضمير مبني في محل ناصر مفعول به ايه المشكلة هيسألك في سؤال زي ده يا محمد يعني من وجهة نظرك الشك بتاعك صحيح الضمير خد ايه خد لتنين محل عشان جاي بعد اسم فخد في محل جرم ضف إليه وعشان هو اسم فاعل خد في محل ناصر مفعول به لإسم الفاعل يعني نقدر نقول يا جوز الإعربان تمام نعم لكن لا تشغل نفسك بهذه القضية ليست محل سؤال يا محمد انتهى سؤالك نعود إلى الممنوع من الصرف أستاذ مجدي طبعا الاسم الممنوع من الصرف يجرب الكسرة في حالتين نعم الحالة الأولى إذا أضيفه والحالة الثانية إذا عرف بأل عرف بأل تمام ناخد مثال يعني كنا وقفين مع المثال يا أستاذ مجدي قبل الانتصال مع لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوير أنا هدف من السؤال حاجة تفضل دايما الطالب يقولك إيه إن المضاف إليه بيبقى معرفة بعد النكر نعم لكن أنا جبت له آية قرآنية فيها كلمة ممنوعة من الصرف اللي هي كلمة أحسن مجرورة بالكسرة نعم طبعا مجرورة بالكسرة مفيش فيها ألف ولام ولا اللي وراها فيه ألف ولام بس ده مضاف إليه كلمة تقويم نعم أعرف إزاي إن كلمة تقويم مضاف إليه أقول في غير النسق القرآني طبعا نعم عشان مفيش تدخل في الآية نعم في أحسن التقويم نعم النكرى التانية لو قبلت ألف ولام وقفت عليها ويحسم السكوت عليها نعم تبقى مضاف إليه نعم ذاكرت درس علم نكتب المثال ده كده يا أستاذ مجرورة ذاكرت ذاكرت درس درس علم ذاكرت درس علم علم دي مضاف إليه على الرغم إن هي ناكرة لأنني أستطيع أن أقول ذاكرت درس العلم تب نرجع كده معلش في الورقة اللي فاتت يا أستاذ مجدي نعم للمثال القرآني لقد خلقنا الإنسانة في أحسن تقويم ده موجود في كتاب الوزارة نعم ها طيب في أحسن مجرورة بالكسرة طبعا هي مجرورة ممنوعة من الصرف أولا للعالمية ووزن ايه للوصفية صدرنا أفعل ووزن أفعل نعم وطبعا مجرورة بالكسرة لأن جاء بعدها مضاف إليه تقويم لأنها أضيفت إلى ما بعدها نعم إذن الممنوع من الصرف يجرب الكسرة ها إذا كان معرفا بقل أو مضافا وعايز الطالب يخلي باله ممكن المضاف إليه ما يجيش معرفة نعم يجي ناكرة نعم أعرفه إزاي أحط له ألف ولام وقف عند الألف ولام نعم ناستقبل هذا لتصاله أستاذ مجدي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معليش كنت عايزة أسأل على جملة فاتني القطار عايزها مبنية للمجهول فتتكتب الزي طب أنا أقول لحضرتك أتعرف عليك الأول آآ مادم أسماء محضرتك طيب فاتني القطار فاتني القطار عايزة أبني عايزة أبني الجملة للمجهول ده أولا آآ وفيه إن تسعى إلى المجد تجني كل الخير إن تسعى إلى المجد تجني كل الخير إلى المجد تجني آآ لو بدل من إن من إن من إن صح؟ آآ آآ السؤال التالت إيه مدام؟ آآ نعم الشباب الفاهم أبعاد مستقبله نعم الشباب الفاهم أبعاد مستقبله أبعاد مستقبله آآ أين المخصوص من المدح هنا؟ المخصوص بالمدح حنت ليك حد في ثالثة إعداد وبالتابعينا؟ آآ آآ أنا عندي ثالثة إعداد وثالثة سنوية وعندك ثالثة سنوية؟ آآ أيوة طيب آآ أنت جبتي فاتني القطار من إين؟ آآ دي كانت في مذكرة من المذكرات اللي كنت بنزلها من عنتي آآ يعني مذكرة مش كتاب الوزار لا 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 أنا هقولك على إجابتها بس هي مش جاية في إيه لامتحان أو مش مقرعة على الطلبة آآ أولا آآ كان فيه سؤال تاني بس هو في البيروني البيروني آآ حضرتك كنت قلت في الشرح آآ أنا كنت أتبع ما حداك في الحسنة حضرتك قلت في الشرح إنه لما يسألني آآ آآ ماذا استفاد إيه من رحلة الهند ماذا استفاد البيروني؟ آآ ماذا استفاد وماذا أفاد فحضرتك قلت لما نقول أفاد يبقى أفاد آآ اللي هو الكتاب اللي كتبه عن الهند مظبوط طب لو جالي سؤال لقد أفاد بيروني أعظم فائدة من رحلة الهند وضح هكتب الكتاب اللي كتبه ولا اكتب بنص كتاب المدرسة زي ما هو قال فقط درس هناك العلوم اليونانية وحذق العلوم اي وكما حذق العلوم الهندية اي اجابة فيهم الاخيرة الاخيرة طب امتى اقول الكتاب اللي كتبه الكتاب اللي كتبه لما انا اقول ايه استفادت الهند من رحلة البيرون استفادت ايه ان هو ألف كتاب بيحتوي على الكثير من المعلومات عن الهند وشعب الهند وازياء الهند وطرق معيشة الهند ولذلك كرمة في العام الحادي والخمسين بعد التسعمائة والالف في الهند لفضله على الهند وعلى الانساني حضرتك مصقفة مدام عبير مش كده لا مدام اسماء مدام اسماء طيب انا لما باجي والاستاذ مجدا يشاركني اه ابني للمجهول انا بشيل الفاعل نعم صح نعم تبشيلين الفاعل من فاتني قطار كده ويريت ولادك اللي معاك يتابعونا فاتني قطار الفاعل وقطار ها صح كده يبقى انا هقول فوتو ودي مش مكررة لو جبنا لو يا استاذ مجدا نعم انت سعى الى الخير لو ما بتجزنش لو ما بتجزنش شرط جازمة تمام فلابد ان يكون الفعل الفعل الشرط مجزوم وعلامة جزمي حصف الحرف الا الا وتجني ايضا مجزوم وعلامة جزمي حصف حصف اكتب ازاي بقى لو معها تسعى وتجني لو تسعى اه يعني اجيب الالف الليين اه يعني اجيب الالف الليين تمام نعم نعود الى الممنوع من الصرف يا استاذ مجدي لنتعرف ايضا ونؤكد المعلومة التي قلناها يمنع الاسم من الصرف او يجر الممنوع من الصرف بالكسرة اذا كان معرفا بقال او مضافا او مضافا مثال مثلا لما اقول على المضاف اقول صليت في اماكن العبادتي يبقى هنا الممنوع من الصرف هو كلمة اماكن ومجرورة بالكسرة وعلامة جر الكسرة والعبادة مضاف اليه مجرور وعلامة جر الكسرة مرة تانية يا استاذ مجدي يبقى الاسم يمنع الاسم يجر بالكسرة اذا اضيفه او اتصرت به قال اه في كلمة اماكن مجرور بالكسرة مجرور بفيه وعلامة جره الكسرة الظاهرة على اخره والعبادة مضاف اليه مجرور فاذا جاء الاسم بعد الممنوع من الصرف مضاف اليه فهذا الاسم يجر بالكسرة اللي هو الممنوع من الصرف نستأذن الاساس مجدي في الخروج الى فاصل قصير بعده نعود محملين بالكسير والكسير من درس الممنوع من الصرف ومن القصة الادبية بين ابن وابنته قصة الأيام لعميد الأدب العربي دكتور طه حسين أبناء طلاب الثانوية العامة نخرب إلى فاصل قصير ثم نعود فانتظرون عودة مجددة بعد الفاصل نجدد التحية بأبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانوية العامة كما نجدد التحية بكل المشاهدين الكرام الذين لهم أبناؤهم في المرحلة الثانوية وفي المرحلة الإعدادية أيضا ونجدد التحية مرة أخرى بأستاذنا الأستاذ مجد حسنين معلم خبير اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم أستاذ مجدي أهلا بك مجددا ثم بعد ذلك ننتقل إلى كم من أعددته أنت من التدريبات على وحدة الممنوع من الصرف طبعا لو نظرنا إلى التطبيق العملي لدرس الممنوع من الصرف نجد أول مثال ودي أسئلة من واقع امتحانات الثانوية العامة التي لأت من قبل تمام فالمثال الأول كم من شمائل يتحلى بها المواطن المحب لوطنه كم من شمائل الخير يتحلى بها المواطن المحب لوطنه السؤال اضبط كلمة شمائل في الجملتين مبينا سبب الضبط يعني إيه أضبط يا أستاذ مجد أضبط يعني أضع ضمة أو فتحة أو كسرة طب الطالب يقول أنا لو أعرابت هاخد الدرجة؟ طبعا الإعراب والضبط إذا مثلا ذكر مثلا اسم مجرور وعلامة جره الفتحة أو علامة جره الكسرة أنا وأنا بصحح هتديله الدرجة الدرجة نعم أنت هتديله الدرجة برضو يا أستاذ مجد نعم نعم إن شاء الله طيب شمائل هنا اللي هو طالب ضبطها في المثال الأول شمائل هنا اسم مجرور بمن وعلامة جره الفتحة الظاهرة على آخره طب الله أنت ما جردش بالكسرة ليه أستاذ مجد لأن شمائل لم تضف يعني لم يأتي بعدها مضاف إليه ولم تعرف بأل ولم تعرف بأل تمام يبقى أقول لأنها ممنوع من الصرف لم يعرف بأل ولم يضف نعم العبارة هنا عايزة الطالب وهو فهمها حفظها نعم ممنوع من الصرف لم يعرف بأل ولم يضف يعني ما جاش وراه مضاف إليه نعم سواء كان معرفة أو ناكرة نعم لكن الجملة الثانية كم من شمائل الخيري هنا كلمة شمائل جاء بعدها الخير والخير مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة تمام يبقى إذن شمائل تجرب الكسرة يبقى تجرب الكسرة نعم بداية شمائل ممنوعة من الصرف لأنها على صيغة منتها الجمهور نعم وهي مجرورة بالكسرة في المثال الثاني كم من شمائل الخير نعم لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف عرفة بالإضافة عرفة بالإضافة نعم إلى كلمة بعدها نعم نعم أيضا سؤال آخر يقول استخرج مما يلي ممنوعا من الصرف وبين سبب المنع وعلامة إعرابه تمام وهي مانعة الإنسانة من أن يهوية من أن يهوية في مزالق الحمق والتهوري ومبادئ التمزق والقطيعة طبعا هنا الممنوع من الصرف كلمة مزالق لأنها على صيغة منتهى الجموع ومبادئ وكلمة مبادئ لأنها أيضا على صيغة منتهى الجموع طيب هما الاتنين مجرورين بإيه أستاذ مجرورين بالكسرة طبعا الأولانية مجرورة بفي وعلامة الجر الكسرة الكسرة لأنها وقع بعدها مضاف إليه وهي كلمة الحمق ومبادئ وقع بعدها أيضا وقعت بعد إيه بعد حرف العطف بعد حرف العطف وهي معطوفة على مزالق معطوفة على مزالق نعم والمعطوف على المجرور مجرور لأن العطف تابع نعم والمعطوف تابع نعم للمعطوف عليه يبقى التمزق هنا مضاف إليه مجرورة على متجر الكسرة يجعل كلمة مبادئ مجرورة بالكسرة نعم الجملة الثانية العلاقات الإنسانية تستقر على قواعد صلبة هنا الممنوع من الصرف كلمة قواعد عجبتني في حاجة أستاذ ماجدي وتفضلا مع ليش أنا بقطعك فضل انت قلت في وهي مانع الإنسان نرجع للشريحة تاني نعم الشريحة اللي فاتت فضل وهي مانع الإنسان من أن يهويا ليه ما قلتش يهوى يعني جميل جدا أن يهويا فعل مضارع منصوب وعلمة النص بالفتحة الظاهرة لأن الفتحة بتظهر على المعتل الأخر بالياء نعم لخفاتها في النطق نعم وقلت على قواعد صلبة نعم الأغلب بيقول صلبة نعم هي قواعد صلبة نعم طيب الممنوع من الصرف هنا ممكن أقول العلاقات ممنوع من الصرف أنا شايف فيه ألف بعده ثلاث حروف والثلاث حروف وسطهم ألف ساكنة هي العلاقات دعني أخت أستاذ مجدي كلامي ده غلط طبعا حضرتك لو دققت في كلمة العلاقات هتجدها جمع مؤنس سالم وليس جمع تكسير نعم وليس جمع تكسير نعم يبقى أنا هروح عند كلمة الإنسانية نعم طيب أنا شايف فيها ألف بعدها ثلاث حروف والحرف التالي التاني بعد الألف ها يا ساكنة الإنسانية نعم تقول لي إيه وأنا بفكر بفكرة طالب هقول إن كلمة الإنسانية ليست جمع تكسير تمام وإنما هي مفرد انتفى السبب ده بنذكر ابنانا أن هي اسم منسوب لأنها صفة لما قبلها نعم يبقى ما فيش قدامها لكلمة قواعد نعم صغة من ده الجمعة نعم طب هي مجرورة بالكسرة واللي بالفتحة وعرفها إزاي أنا متلخبط كده أستاذ ماجدي طبعا كلمة صلبة هي صفة لقواعد تمام ليست مضاف إليه يعني ما عربهاش مضاف إليه والقاعد ما فيش فيها ألف ولام خلاص يبقى ما تتجرش بالكسرة يبقى مجرورة ما تجرى الفتحة آه اللي بيجرر بالكسرة اللي فيها ألف ولام أو جاي وراه مضاف إليه مضاف إليه سواء المضاف إليه كان فيه ألف ولام أو ما فيش فيه ألف ولام كان ناكرة نعم لأن ممكن الناكرة بعد الناكرة تبقى مضاف إليه نعم يبقى قواعد يعني بقى عرب خصلي اسم مجرور بعلا وعلامة جره الفتحة الظاهرة على آخره تمام صلبة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخر قواعد صلبة تقصد تقول إن هي نعت نعت مجرور وعلامة الجر الكسر نعت مجرور وعلامة جره الكسر أصلاحنا لو أعرفناها مضاف إليه ويخطئ كسيرا يا أستاذ مجدي يعني أنا من بين من يخطئنا إذا تسرعت وأنا لا أقصد الخطأ الصرعة فعيرة الخطأ فطبعا صلبة ده نعت مجرور وعلامة جره الكسر مش أنا قلت قواعد مجرورة بالفتحة طب صلبة دي مش هي نعت ليها تجرب الفتحة برضو هي تتبع ما قبلها في الحكم اللي هو الجره وليس في العلامة ولكن ليس في العلامة العلامة هنا هي الكسر وليس الفتح لأن قواعد إذا كانت مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف فصلبة هتكون نعت مجرور بالكسرة لأنه مصروفة كلمة مصروفة تمام يعني هتتبع في الحكم وليس في العلامة نعم تمام تشجيع مختلف المشروعات الكبرى لو دققنا في هذا المثال هنجد إن الممنوع من الصرف كلمة الكبرى تمام إلا واحدة وهي أنه مختوم بآلف التقنيف المقصورة تمام يبقى الكلام ده صح كده نعم طيب لو أنا جيت أعرف كلمة الكبرى تشجيع ها نعم مختلف المشروعات الكبرى طبعا كلمة مختلف مضاف إليه نعم والمشروعات مضاف إليه والكبرى تبقى نعت مجرور وعلمة الجر الكسرة المخدرة منع من زورها زي ما بيقول أستاذنا محمد عيد في كتابه النحو المصفة بيقول منع من زهورها التعذر في النطق نعم العلم له مجالات متعددة يحتاج إلى مساع إليها نعم هذا المثال مهم جدا يا دكتور محسين لأن لو دققنا في هذا المثال هنلاقي الممنوع من الصرف هو كلمة مساع أنا لو دورت ممكن وأنا متسرع أو أستاذ مجد كطالب سنوية عامة أقول لك ما فيش هي مجالات ده جمع المؤنس سالم وبعدين مساع ده فيها ألف بعد منه حرف نعم ده ما ينفعش كده أنت تقول لي إيه نقشني واحدة واحدة طبعا أوضح الكلام ده بهذا المثال كلمة مساع مساع في الأصل مساعي تمام فهي صيغة منتهى الجموع يعني فيها ألف جمعتك سير فيه ألف بعده حرفين سالف هو ألف بعده حرفين اللي هما العين والياء العين والياء تمام طيب الله هو فين الياء اتكلت ليأ أستاذ مجدي الياء هنا حذفت وعود عنها التنوين تنوين العوض ده في الاسم المنقص ده أستاذ مجدي نعم أنا بسترجع المعلومة هو نعم في الاسم المنقص في الاسم المنقص آه يعني الاسم المنقص في حالة الرفع والجر تحذف ياءه ياء هو ويعوض عنها بتنوين تنوين العوض ده لكن في حالة النصب تبقى الياء ممكن الياء تبقى في الاضافة ايضا طيب مساعي انا بقول عليها صغة منتهى الجموع العلة واحدة ولا العلتين العلة واحدة مساعي اليها ده مجرر علامة الجر الكسرة المقدرة على ما قبل الياء المحذوف على الياء المحذوف يبقى اذا لكن الكسرة هنا ده تنوين العوض يعني لا يغرني ان فيه تنوين فاقول ان الكلمة مصروفة او ليست ممنوعة من الصرف هي ممنوعة من الصرف والتنوين هنا ليس تنوين الصرف وانما هو تنوين العوض كذلك في كلمة جوار وكلمة حوار وغواش وهكذا فبئس عملا قلب الحقائق طبعا انك للمنصوبة بعد نعمة وبئسة بنذكر ابناءنا طلاب الثانوية العامة وطلاب الاعدادية تعرب تمييز منصوب وعلامة نصب تمام تعرب تمييزا منصوبا والفاعل ضمير مستتر يفسره التمييز الذي بعد نعمة او بئسة تمام تقدره هو هنا الممنوع من الصرف كلمة الحقائق وهي ممنوع من الصرف لانها على صيغة منتهى الجموع وتعرب مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على اخره ليه الكسرة هنا لانها اتصلت بها التعريف لانه معرف بأل ممنوع من الصرف معرف بأل نعم طيب شرعت الدول جاهدة في تنشيط الاستثمار وما كانت لتحقق هذا الأمر إلا من خلال البحث عن بدائل أخرى نعم أين الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف هنا كلمة بدائل تمام لأنها على صيغة منتهى الجموع وكلمة بدائل هنا مجرورة وعلامة جرها أنا سمع طالب يقول لي الكسرة لا هنا علامة جرها الفتحة ليه الفتحة لأنها لم تضف ولم تلحقها قال يعني كلمة اللي وراء صفة نعم كلمة أخرى صفة لكلمة بدائل أخرى دي ممنوع من الصرف أخرى ممنوع من الصرف لأنها تنتهي بآلف التأنيث المقصورة تمام وهي نعة المجرور وعلامة وعلامة جره الفتحة المقدرة على آخره نعم من نتائج الحضارة الحديثة وآثار التعليم الشامل ظهور الرأي العام نعم أين الممنوع من الصرف كلمة نتائج لأنها على صيغة منتهى الجموع وهي كلمة ثالثها ألف بعدها حرفان فهي مننوعة من الصرف لأنها على صيغة منتهى مجرورة بإيه أستاذ مجدي بمن طبعا معلمة الجر إيه معلمة الجر الكسرة ليه ليه لأن جاء بعدها مضاف إليه ومتالبة الحضارة لأنها عرفت بالإضافة أو لا يعني بقول لأنها معرفة أو أضيفت هي طبعا هنا أضيفت لأنها أضيفت إلى معرفة نعم يتعامل الغرب مع الآخرين بمقاييسة مختلفة السؤال هنا السؤال هنا اضبط ما تحته خط اللي هو كلمة مقاييس مبينا سبب الضبط طب الطالب يعمل إيه يحط إيه على السينة أستاذ مجدي الطالب اللي هو مش فاهم درس الممنوع من الصرف هيقول آه الباق حفجار ومقاييس اسم مجرور بالباق وعلامة جره الكسرة لا دي ممنوع من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع أنت نلاحظ حاجة أستاذ مجدي فضل أن صغة منتهى الجموع لما بيجي وراها صفة بتبقى مجرورة بالفتحة نعم لو جيه وراها صفة وكلمة مختلفة صفة صفة تبقى كده مجرورة بالإيه مجرورة بالفتحة لكن مختلفة هقول مختلفة ولا مختلفة مختلفة ليه لأنها تتبع ما قبلها في الحكم وليس في العلامة في العلامة العربية يبقى نعيز أقول مقاييس هحط على السن فتحة نعم وقول إن هي اسم مجرورة بالباء وعلامة قره الفتحة الظاهرة على آخره لأنها ممنوع من الصرف لم يعرف بأل ولم يضف ولم يضف ولم يضف السؤال الآتي نعم أعرب ما تحته خط نعم وتسعى مصر جاهدة إلى تنمية وعي أبنائها بمخاطر لا حدود لها لها نعم نعيز نعرب مخاطر الباء حرف جر ومخاطر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة الظاهرة على آخره تمام لأن مخاطر سيغة منتهى الجرور مش الكسرة لإيه لأنها لم تضف لم تعرف بأل ولم تعرف تمام لم تعرف بأل ولم تضف تمام طيب مصر هنا ممكن أقول تسعى مصر وممكن أقول تسعى مصر مصر يعني كده ده جائز المنع من الصرف نعم عشان أولادنا اللي بيشوفونا الوقت في المرحلة الإعدادية ما يقول لهم استخرج ممنوعة من الصرف جائز المنع هو كلمة مصر نعم ليه لأنه عالم سلاسي ساكن الوسط نعم فيه سؤال أتى على تصويب الخطأ أستاذ مجدي نعم كم من موارد هو قال كده موارد طبيعية طبيعية تملكها مصر صوب الخطأ طبعا تصويب الخطأ هنا أن الكلمة كلمة موارد ممنوعة من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع كما اتفقنا تمام أيضا لما تجر هنا هل جاء بعدها مضاف إليه كلمة طبيعية لا طبيعية الممنوع من الصرف اللي هو على صيغة منتهى الجموع جيه وراه صفة احنا لحظناها مع بعض يا أستاذ مجدي جيه وراه صفة هيجرب ايه بالفتحة بالفتحة نعم يبقى الطالب ينزعج من سؤال صوب الخطأ نعم يعني لما بندرب أولادنا في السنوية العامة على سؤال تصوب الخطأ بيبقوا يضربوا أخماس في أسداز نعم لكن السؤال سهل وبسيط اقرب الراحة كده وانت هتفهم وهتعرف توصل للإجاب موارد فيها خطأ الخطأ ده ده ممنوع من الصرف لأنها على صرف منتهى الجموع نعم ده حطيتني كسرتين تحت الدال لا ده هي تبقى فتحة وموجودة على الدال وفتحة واحدة واحدة نعم تمام أقول كم من موارد طبيعية تملكها مصر إذن هنعرف طبيعية نعت مجرور وعلامة الجر الكسرة وليس الفتحة لأنها تتبع هي النعت يتبع الموارد في الحكم اللي هو الجر وليس في العالم تملكها مصر مصر فاعل مرفوع وعلامة الرافع الضمة نعم كلمة ضوابطي أستاذ مجدي نعم بيقول لي أنا عايز الكلمة دي مجرورة بالفتحة مرة وبالكسرة مرة أخرى وأنا عايز أشوف رأي حضرتك في الطلبة اللي حفظين استنبا معينة اكشف في معجمك عن ضوابط ويروح جاي بعدها يقول لي اكشف في معجمك عن الضوابط نعم هل ده يعني الطالب بيبقى على صواب ولا ده بيقتل إبداع ولا نقول له إيه ولا نساهل ليه الطريقة هذا المثال وعلى شاكلته مثلا بحثته مثلا أو ابحث في المؤجم عن كلمة متاحف أو عن كلمة المتاحف والله أنا بعض الكتب الخارجية بعض الكتب الخارجية تقول له قول يا ابني كم من نعم وهتلو الكلمة فألف ولم تبقى مجرورة بالكسرة هتلو الكلمة من غير ألف ولم وهت وراها صفة تبقى مجرورة بالفتحة الكلام بتاعهم صحيح بس أنا عايز طالب مبدع الطالب هيقول لي منهيش دعوة عايزة درجة نعم إيه رأيك والله الطالب الذي يعني يستسهل الأمور هيسير على هذه الطريق ابحث عن كلمة كذا أو لكن الطالب المبدع نعم سوف يأتي بالمثال وإنا في لجان التصويب أو سيد مجد والله أنا لقيت طالب يعني من الطلبة اللي قاله إيه اكشف في المعجم عن كذا جابها بالألف واللم ومن غير الألف واللم ولقيت المقدر ادهاله صفر أنا قعدت ليه الدرجتين كاملين لأن طبعا التركب صح لكن الإبداع خطأ نعم مفيش إبداع الطالب بيقولك أنا عايز الدرجة مش عايز اللغة نعم ولا عايز يعني أشوف إيه للدرجات طيب إحنا لو طبقنا كلمة كم من نعم وجبنا ضوابط نعم ألاقيها إزاي لما أقول كم من ضوابط كثيرة مثلا كم من ضوابط كثيرة في الشارع مثلا ماشي هنا من حرف جر وضوابط اسم مجرور بمن وعلامة جره الفتحة الظاهرة على آخر ما إحنا لقنا بقى صفة ورا كلمة ضوابط كثيرة كثيرة تبقى مجرورة بالفتحة نعم تمام نعم يبقى في الوقت ده أقول ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة نعم لأنه لم يعرف بقل ولم يضاف نعم تمام كده طيب عايز أخلي نفس الجملة دي مجرورة بالكسرة لما أقول مثلا استمعت إلى ضوابط المجموعة مثلا نعم يبقى هنا ضوابط المجموعة كده أنت اللي بتدخلنا كده بسهولة ويسر إلى إرادة التبيير وأن فيه ضوابط العمل الاجتماعي وأنت حر ما لم تدر نعم ضوابط المجموعة نعم جاء مجرورة بإيه مجرورة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره طبعا هي مجرورة بالكسرة لأنها عرفت بالإضافة عرفت بالإضافة أو أضيفت وطبعا ضوابط ممنوعة من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجمهة ولو قلت استمعت إلى الضوابط الضوابط الكثيرة يبقى هنا برضو هنا اتصلت بها ألف فبالتالي تجر وعلامة جرها الكسرة الظاهرة أستاذ مجدي أترانا قد وفينا الممنوع من الصرف حقه وننتقل الآن إلى بين أبن وابنته الفصل الحدي عشر في الجزء الأول من رائعة طه حسين الأيام نعم في هذا الفصل الأديب طه حسين بيصف ابنته بأنها ساذجة ساذجة يعني بريئة فطرية على فطرتها نعم وأنها سليمة القلب طيبة النفس ما بنقول فلان ساذج يعني بريء نقي نعم خالص النفس نقي ما فيش جواه شوائب الحياة نعم بيبقى الفطرة بتاعته هدي ومستقر نعم بين أبن وابنته أستاذ مجدي ألا ترى أن طه حسين قد أخطأ عندما تحدث عن نفسه مع ابنته وهو لا يزال في السالسة عشرة من عمره طبعا هو بينقل هذه الصورة إلى ابنته وهي في سن صغيرة نعم ولكن يكتفي بأن ينقل ما يناسب سنها هو جاب فصل هو كان لسه 13 سنة وراح الأزهر نعم منين أنت طه الطالب يقولي كده منين طه تجوز ومنين خلف ومنين بيتكلم بنته أنا بقول له يا ابني الأمر بسيط خالص هو 13 سنة كلمة أنا وصلت ل13 سنة فكرته بأيام ما كان عنده 13 لما كان بيحكي عن الفترة دي لبنته وهي عندها 9 سنين فجاء فصل في غير موضعه ثم عاد إلى ترتيب الأحداث مرة أخرى على هيئة الاستطراد الذي كان بارعا فيه الجاحز نعم كان يتحدث في موضوع ويدخل في موضوع آخر وينتقل إلى الموضوع الأول في كتابه البيان والتبيين ورسائل الجاحز وغيره طبعا فيه منأشة هتحصل بين وحوار ما بين طه وبين ابنته عايزين وحوار من أسهل فصول هذا الفصل طبعا هذا الفصل دكتور محسن بيصف ابنته بهذه الأوصاف ثم يقول أن الأطفال في هذه السن يعجبون بآبائهم وأمهاتهم وينظرون إليهم نظرة مختلفة شوف الإعجاب الأول حيث يقتدون بهم ويعملون التنفيذ العملي التنفيذ العملي يعني بيقلدون في إيه في الأطفال وفي الأفعال نعم والأب والأم عند الأولاد الصغيرين دول بيبقوا مصار إعجاب في حديثهم مع أصدقائهم يتحدثون عنهم وكأنهم حازوا العلم كله القدوة والمسل نعم القدوة والمسل نعم تمام وهذه دعوة لأبنائنا وبناتنا الطلاب نعم أن يحاولوا ويجاهدوا أن يتخلقوا بالأخلاق الحسنة بل إن شاء الله تمام فبالتالي لما تعود نفسك على التمسك بهذه الأخلاق ابنك أو بنتك ابنك أو بنتك سوف يقتدون بك ويتمثلون بهذه الصفات ويتأثرون بالأقوال قبل الأفعال نعم أو بالأفعال قبل الأقوال الدكتور طا حسين يخفي عن ابنته أمينة بعض مراحل حياته وفضل أن يحدسها عن ذلك عندما تكبر وتقرأ وتفهم وتستطيع أن تحكم على الأشياء حكما صائبا ماذا عن ذلك أستاذ مجد طبعا هو يعني يخفي عنها بعض هذه الأحداث أو يعني لا يريد أن يحدثها لأنها أولا صغيرة السن نعم ثانيا أنها ممكن أن تستقبل هذه الأحداث قاسية لاهية تضحك من أبيها كعدد الطفولة وهو لا يحب أن يضحك أبن من أبيه أو يقص عليه أو يلهو به تمام وهو لا يريد أيضا أستاذنا أستاذ مجدي أن يفتح إلى قلب ابنته بابا من أبواب الحزن لأنه يعلم أنها نقية سلمة القلب يريد أن تتمتع ببهجة الطفولة وسعادة الطفولة وفرحة الطفولة فلا يريد أن يوصل إلى قلبها أحزانا وآلاما هي في غنى عنها في مرحلة الطفولة لأنه إذا حدث ذلك فبتنشأ عقد نفسية عند الأطفال أستاذ مجدي طبعا هو بيحكي لابنته عن بعض مراحل الطفولة البائسة أيام ما كان عنده ثمان السنوات نعم إيه الطفولة البائسة اللي عنده اللي هو كلمها عنها وهل هو بكده يعني بيفتح إلى قلبها بابا من أبواب الحزن ولا عايزها تشوف قد إيه الجهد اللي بازله عشان يأمنها ويأمن مستقبل أخيها كما تحدث معها على الرغم من شزف الحياة ومرارة الحياة إلا أن أباها صار يعني دكتورا جامعيا إلا أن أباها صار يعني عميدا لكلية الأداب وعميدا للأداب العربي ها ماذا عن ذلك أستاذ مجدي طبعا هو بعد أن ذكرنا بأنها بكت عندما حكى لها قصة أديب ملكا نعم وأجهشت بالبكاء وغير ذلك بدأ يحدثها عن حياته حينما أرسل إلى الأزهر عندما كان سفي ثن في سن الثالثة عشرة من عمره نعم طبعا لما أرسل إلى الأزهر ذهب وهو يعني شاحب اللون نحيفا نعم وهذا يدل على سوء التغذية في ذلك الوقت نعم وكسرت عدد أفراد الأسرة وكسرت عدد أفراد الأسرة وغير ذلك بالإضافة إلى أنه كان تقتحمه العين اقتحاما يعني تزدريه وتسخر منه في عباءته القادرة وطقياته التي تحولت إلى اللون الأسود من عدم غسلها طه بيدرب ويلائي بيقول لها العنب تقتحمني بس يعني تبتسم لي نعم الله يبقى طه كان على جانب إيجابي بيضرب يعني يعني بيحط بنته قدام حالة شديدة القسوة كان عليها يعني طه حسين ثم بعد ذلك يبين أنه كانت العيون تبتسم عندما تنظر إليه لما كانت العيون تبتسم إلى طه على الرغم من أنها كانت يعني تزدريه وتسخر منه وتقتحمه اقتحاما لأن العين إذا نظرت إليه تجده مسرعا إلى الأزهر لا تتردد قطار تمام ولا تختلف قطار في الماشي نعم يسرع مع قائده إلى الأزهر وتجده في حلقة الدرس جالسا منصطا كل الإنصات تمام كأنه يلتهم كلاما متحدث التهاما نعم نعم يعني يزغي إلى شيخه كل الإصغاء وهذه دعوة إلى أبنائنا الطلاب عندما تستمع إلى المعلم وتستمع إلى درس من الدروس فيجب أن تعطي سمعك كله لهذا المدرس نعم حتى لا تنشغل بأمور أخرى ولا تفهم الدرس جيدا نعم وكان أبوك يا طالب السنوية العم يسمع ذلك وأبوك قدوة لك نعم فعليك أن تنتبه انتباها شديدا وأن تصغي وأن تنصد وأن تنصد إلى ما يقال لك طه حسينك بتسم له العين أيضا أستاذ مجدي لأن لا تعلو وجهه الظلمة التي عادة ما تكسو وجوه المكفوفين نعم فجبينه جبين واضح وعلى فمه ابتسامة فإن العين التي تقتحم تبتسم عندما تراه في هذا المنظر أثناء مشياته مع أخيه إلى الأزهر أو أثناء جلوسي لتلقي دروس العلم في أرويقة الأزهر لو حبينا نجمل سر إخفاء طه حسين عن ابنته بعض مراحل حياتي هنقول إيه أصلا هنقول أن حتى لا يفتح إلى قلبها بابا من أو باب الحزن حتى لا تضحك منه قاسية لا هي وهو لا يحب ذلك نعم أن يقصو ابن على أبيه أو يضحك منه وعايز تستمر سعادتها وتستمر بهجة الطفولة عندها نعم وخاصة في هذا الطور من أطوار حياتها الطور اللذيذ من أطوار حياتها تمام ماذا عن قصة أديب الملك في عجالة قصة أديب الملك عندما حكى لهذه القصة كانت مبتسمة وسعيدة في بداية الأمر لكنها لما سمعت القصة بدأ وجهها يتغير وبدأت تجهش بالبكاء وتبكي عندما خرج أديب من قصره وفق أعينيه وقادته ابنته أن تيجون إلى حيسو وبكت لأن قصة يعني أديب الملك ذكرتها بأبيها وآفة أبيها عقدت مقارنة نعم وكان طاها مدينة لملاك الرحمة زوجته الفرنسية كما كانت ابنته مدينة هي الأخرى لأمها في الصباح وفي المساء وفي كل أطوار حياتها وقد بدلت زوجته الفرنسية سوزان يعني مراحل حياته وجعلته يعيش في غنى بعد فقر وجعلته يعيش في ساعة بعد ضيق أستاذنا الأستاذ مجدي لو لا أندهمنا الوقت لا تحدثنا في هذا الفصل حديثا يعني يسلج الصدر لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نتقدم إلى شخصكم الكريم يعني بخالص الشكر على معرض طمو من معلومات نحوية وأدبية في هذه الحلقة شكرا أستاذ مجدي بارك الله فيك ودعواتي لي جميع الطلاب بالتوفيق والنجاح إن شاء الله أبناء أنا طلاب السنوية العامة لا نقول وداعا بل إلى لقاء والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته